اشتركوا في القناة وحدة الحمود والقواعد في مبحث الكيمياء للصف التوجيهي امننا من الله ان تتحقق فيها الفائدة لكم واسأل الله ان تكون هذه الايام خير وبركة علينا وعليكم ووحدة الحمود والقواعد تتناول مجموعة من المفاهيم سنستعرض هذه المفاهيم بشكل موجز قدر الامكان على وعسى ان تتحقق الفائدة لابنائنا وبنائتنا الطلبين بداية الوحدة هناك مقارنة عامة بين الحمود والقواعد بشكل عام فالحمود طعمها حمضي اما القواعد طعمها مر الحمود محاليل هموس للطيال الكرباء اي تتفكك الى ايونات موجبة وسالبة القواعد محاليل هموس للطيال الكرباء ايضا تتفكك الى ايونات موجبة وسالبة الحمض يغير لون كاشف دوار الشمس من الأزق للأحمر القاعدة من الأحمر للأزق الحمض تتفاعل مع الفلزات ويمطلق منها غاز الهيدروجين والحمض والقواعد تتفاعل معا بتفاعلات ينتج عنها ملح وماء الحمض بصفة عامة تصنف حسب قوة تفككها إلى قسمين طعيفة وقوية الاستدلال عليها يكون إما من شدة التوصيل الكهربائي وإما من شدة الغاز المتصاعد عند تفاعلها مع الفلزات القلوية والقواعد أيضا تصنف إلى قواعد قوية وقواعد ضعيفة القواعد القوية تفككها تام القواعد الضعيف تفككها جزئي الحمض الضعيف والقواعد الضعيف بالتفكك الجزئي تكتب المعادلة بسهمين أبناء الطلب المتعاكسين للإشارة أنه يحصل هناك تزال كيميائي الآن سيتم الحديث بالتفصيل حول تطور مفهومي الحمض والقاعدة مع الزمن نبدأ أولا بمفهوم أرهينيوس المفهوم أرهينيوس عرف الحمض أنه المادة التي تزيد من تركيز أيونات الهيدوجين عند ذوبانها في الماء من هذا التعريف يتضح لنا أن الحمض يجب أن يحتوي على أيون الهيدوجين وأن يتواجد في الماء للحكم عليه أنه حمض والمعادلة التالية توضح لو استعرضنا الحمض HCL طبعا حسب أرهينيوس تكتب الـ H2O على السهم للإشارة على أنها مذيب وليست متفاعل تعطيني H موجب زائد CL سالب وسهم واحد لأن الـ HCL هو حمض قوي كما سيتم استعراضهم الآن لو طلب مني وضح السلوك الحمضي للـ HCL حسب مفهوم أرهينيوس التوضيح من خلال التعريف التوضيح من خلال التعريف الواحد أن الـ HCL عند ذوبانه في الماء يزداد تركيز أيون الهيدوجين إذن هو حمض أرهينيوس والحمود طبعا معظم الحمود القوية سنفت حسب أرهينيوس إلى حمود أما بالنسبة للقواعد حسب أرهينيوس فهي المادة التي تزيد تركيز أيون الهيدوجين عند ذوبانها في الماء أيضا أرهينيوس في القواعد يشترط أن تحتوي على OH وأن يكون وأن تكون في الماء والمعادلة التالية يتوضح الـ NaOH في الماء تعطيني أيون السوديوم الموجب زائد أيون الهيدوجين السالب لو طلب مني وضح السلوخ القاعدة للـ NaOH حسب مفهوم أرهينيوس السؤال يحمل الجواب حسب مفهوم أرهينيوس من خلال تعريف المصطلحة أمامكم ما يجب أقول أن الـ NaOH عند ذوبانها في الماء يزداد تركيز أيون الهيدروكسيد هذا المفهوم أبنائي وبناتي طلب مفهوم محدود لأنه يشترط في الحمد وجود الهيدوجين ويشترط في الـ OH وجود الهيدروكسيد ويشترط أن تكون في الماء ولكن هناك مواد أظهرت خصائص قاعدية رغم عدم احتوائها على أيون الـ OH مثل الأمونيا فالأمونيا في الماء بتعطين الـ NH4 موجب زائد الـ OH السالب زائد تركيز أيون الهيدروكسيد رغم عدم احتوائها على مجموعة على الـ OH هي لها خصائص قاعدية لكن لم يستطع مفهوم أرهينيوس أن يوضحها لذلك هناك في كتابة الطالب صفحة 61 تلت نقاط هي محددات مفهوم أرهينيوس أو أوجه القصور في مفهوم أرهينيوس أولها أن اقتصر مفهوم أرهينيوس على أن القواعد يجب أن تحتوي على OH فأين الـ OH في الأمونيا التي لها خصائص قاعدية لم يستطع أرهينيوس أن يفسر في النقطة الثانية لم يستطع أن يفسر سلوك أيونات الأملاح أيونات الأملاح، أيون السوديوم، أيون الفلوريد، أيون الكلوريد أن يفسر سلوكه الحمضي أو القاعدة وأيضا اقتصر النظرية على المحالين المائية والله أن هناك تفاعلات تتم خارج الوسط المائي لم يستطع أرهينيوس أن يفسرها هذه أوجه القصور فتحت الباب أمام مفاهيم أخرى للحمد القاعد هو مفهوم برونستيد لوري مفهوم برونستيد لوري برونستيد بحكي عرفنا الحمض الآن إذا طلب منك أو طلب منك في الانتحان عرف الحمض أو القاعدة لن يطلب منك تسؤاليك سيقول لك عرف حمض أرهينيوس، حمض برونستيد لوري أو حمض لويس فالحمض حسب مفهوم برونستيد لوري مادة قادرة على منح أيون الهايدروجين أو منح بروتون لمادة أخرى عند تفاعلها تفاعلهما معا وباختصار نقول عنه منح بروتون، منح حيدروجين والقاعدة مادة قادرة على استقبال بروتون عند تفاعلهما معا الأمثلة توضح ذلك واستعرض بداية المثال الذي عجز أرهينيوس عن تفسيره وهين بدي أنتبه أبناء الطلبة أنه لما بدي أكتب المعادلات حسب برونستيد لوري الماء هو متفاعل بكتب زائد H2O مش عساهم بحطها هاي بتعطيني الـ NH4 موجب زائد أيون الهيدروكسيد السالب يلاحظ عسا الـ NH3 كانت هين NH3 صارت NH4 إذن هي أخذت H إذن هي بسميها مستقبل بروتون مستقبل بروتون حسب برونستيد لوري يعني قاعدة الآن الـ H2O صارت OH يعني هاي منحة هاي عبارة عن H موجب وOH سالب هاي منحة الـ H هاي لهاي إذن هاد بنسميها مانح بروتون مانح بروتون يعني حمط إذن حسب برونستيد لوري إذا وجدت قاعدة لابد من وجود حمط إذا وجدت قاعدة لابد من وجود حمط وبالتالي استطاع مفهوم برونستيد لوري أن يوضح السلوك القاعدة للـ NH3 مثال آخر أو قال لي وضح السلوك الحمضي لـ HCOOH عند تفاعله يجب أن يبين المادة الأخرى المتفاعل معها سواء الماء أو غير الماء سهل HCOOH زائد H2O على اعتبار أنه هذا حمض ضعيف تكتب معادلته بسهمين متعاكسين للإشارة أنه يحصل فيه اتزام بعطيني أيون HCO سالب زائد HCO موجب لما بقول لك وضح سلوك حمضي الآن هين أنا حسب برونستيد الحمض مانح هيدروجين هاي الـ HCOOH صارت HCO سالب إذن هذا مانح H مدام مانح H إذن حمض الـ H2O استقبلت الـ H هاي صارت H3O إذن هي الـ H2O هنا قاعدة الآن في المثالين الأمامنا أبنائنا الطلبة الـ H2O عندها تفاعلها مع الـ H3 سلكت حمضا الـ H2O عندها تفاعلها مع حمض الميتانويك سلكت قاعدة إذن باش بحكي أن للماء سلوك أمفتيري أي يسلك حمضا مع القاعدة ويسلك القاعدة مع الحمض الآن حسب مفهوم برونستيد لوري ماذا يحدث للمادة بعد أن تفقد حمضا بعد أن تفقد أيون هيدروجين أو للقاعدة بعد أن تستقبل أيون هيدروجين بمثال آخر في المثال التالي في التفاعلين حدد الحمض والقاعدة حسب برونستيد لوري بذلك أقول الـ NH3 زائد الـ H2O بسمين متعاكسين أعطتني الـ NH4 موجب زائد الـ OH سالب الـ NH4 موجب زائد الـ OH سالب بسمين متعاكسين أعطتني الـ NH3 زائد الـ H2O الـ NH3 صارت NH4 يعني أخذت H إذن هي قاعدة الـ H2O منحت H إذن هي أيش؟ حمض منيج على المعادلة للتحد الـ NH4 بأيون الأمونيوم NH4 موجب صار NH3 يعني شو سوى؟ منح H موجب الـ OH سالب استقبل H لأخذها من الـ NH4 صارت إذن هي قاعدة لو نربط دول التفاعلين مع بعضهم البعض الـ NH3 هي قاعدة صارت NH4 الـ NH4 شو سركت هين؟ حمض إذن ما كان برونستيد لوري يقول أن القاعدة بعد أن تستقبل بروتون تصبح حمض ملازم حمض ملازم للقاعدة والحمض بعد أنً يمنح H يصبح قاعدة ملازمة إذن حسب برونستيد لوري تتواجد الحمود والقواعد على هيئة أزواج متلازمة القاعدة بعد أن تستقبل H تصبح حمض ملازم والحمض بعد أن يمنح H يصبح قاعدة ملازمة من الاسئلة الممكن تتكلم عن الموضوع يعني قد يأتيك يأتيكم سؤال اكتب معادلة تفاعل حمد مثلا مع الماء وحدد الازواج المتلازمة وحدد الازواج المتلازمة الان لتوضيح الازواج المتلازمة انا حكي لك بالسؤال انه حمض وهي الواحد قدم الاتش هاي اذا هذا حمض منح حاجة تكون قاعدة ملازمة ما انه هذا حمض اذا الماجئة يسلق قاعدة اذا الحمض ملازمة مسا وادا اش اكتب الازواج المتلازمة بجاوب بالصورة هاي الازواج المتلازمة هي حمض قاعدة ملازمة بايجي باهكتب قاعدة حمض ملازم الحمض هين? سي او او اتش القاعدة ملازمة سي اتش ثري سي او او القاعدة هين الحمض الملازم ال اتش ثري او موجة لاحظوا ابنائنا الطلبين الحمض لو اعطاني الحمض بعد ما يمنح اتش بصير قاعدة ملازمة اذا لو قل لي ما صيغة القاعدة الملازمة او ما صيغة القاعدة الملازمة للحمود التالية دائما بالقاعدة عندي صيغة القاعدة الملازمة تسوي صيغة الحمض ناقص اتش صيغة القاعدة الملازمة القاعدة الملازمة صيغة الحمض ناقص اتش وصيغة الحمض الملازم سوصيغة القاعدة زائد اتش هاي مهمة ويجب التركيز عليها لتحديد صيغة الحمود الملازمة والقواعد الملازمة والامثل القادمة في قادم ستوضح مفهوم الازواج المتلازمة بعد مفهوم برونستود لوري نأتي على مفهوم هو مفهوم لويس للحمض والقاعدة قدم لويس تعريفا للحمض تجاوز فيه ضرورة انتقال بروتون من مادة الى اخرى بحيث ربط العملية بانتقال الالكترونات فعرف الحمض ان المادة التي تتصصق بالزوجة او اكثر من الالكترونات غير الرابطة عندها تفاعلها مع مادة اخرى مدام تستقبل زوجة الالكترونات اذا يجب ان يمتلك الحمض حسب مفهوم لويس فلكا فارغا والقاعدة هي المادة التي تمنح زوجا او اكثر من الالكترونات غير الرابطة الى مادة اخرى انتفاعلها ايضا القاعدة حسب مفهوم لويس يجب ان تملك زوج الالكترونات غير رابط اذا لتوضيح السلوك الحمضي حسب لويس يجب ان ابحث عن الفلك الفارغ ولتوضيح السلوك القاعدة حسب لويس يجب ان ابحث عن زوج الالكترونات غير الرابط مثل لو من الامثل بكررها الكتاب سلوك البي اف ثري الحمضي حسب لويس تعلمتم ابنائنا الطلبة في جزاء البي اف ثري شكل ازواج الانتران كيف ترسموه بتحدد نوع التهجين وشكل الجزاء من ما تعلمته سابقا بطلع عندك البي اف ثري شكله مثلث مستوي قعد الشكل ازواج الالكترونات طبعا شكل ازواج الالكترونات وهو نفسه شكل الجزاء بما انه شكل ازواج الالكترونات مثلث مستوي اذا التهجين از بي از بي از ما بدي اجي انا اعمل تهجين ضرة الفلور ضرة البورون بطلع لما بدي اجي اعمل تهجينcipe بي تو هاي الافلاك التلاتة اللي اندمجت قبل التهجين. بوزع الالكترونات هي واحد 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 وهذا فلك تو بي فارغ. الان ما اني قدرت احط ايدي على الفلك الفارغ انا وصلت لاتوضيح السلوك. بتانا ما بقول لي وضح سلوك البي اف ثري باج بقول ان البي اف ثري شكله مثلث مستوي. يحتوي على احد افلاك المستوى الفرعي تو بي فارغا. ما انه في فلك فاضي اذا مقادر على استقبال زوج الالكترونات عند التفاعله مع مادة اخرى. نكمل. بدنا نفاعل بي اف ثي مع البي مع الان اتش تري. لويس عن تفاعل حمول القواعد معا لا يتحدث عن ازواج متلازمة. بتحدث عن ازواج متلازمة تفاقنا هو برونستيد لوري. فالن اتش تري تيج نرسم هاي شكل لويس الها لتوضيح. الزواج الالكترونات غير الرابطة اذا تحمل زوج الالكترونات غير الرابط. البي اف ثري طبعا اي فلك فارغ على افلاك مهجنة اتجاهه عمودة على الافلاك المهجنة. الان تنشأ رابطة ما بين الزوج غير الرابط والفلك الفارغ هاي الرابطة ما نسميها رابطة تناسقية. رابطة تناسقية. طب تعطينا هاي هيات الان عليها تلاتة اتش. وهي البي عليها تلاتة اف. وهاي الرابطة ابناء للطلبة رابطة تناسقية. اذا بالشكل المختصر لتوضيح السلوغ القاعدي حسب لويس يجب ان ابحث عن زوج الالكترونات غير الرابط. توضيح السلوغ الحمضي حسب لويس يجب ان ابحث عن الفلك الفارغ. ميزات مفهوم لويس انه اكثر شمولية. قدم تجاوز موضوع انتقال لبروتون من مادة الى اخرى. وايضا استطاع ان يفسر السلوغ الحمضي لايونات الفلزات الانتقالية مثل السيوز زائد تنين. الاي جي موجب واحد. الفلزات العناصر الانتقالية استطاع لويس ان يقدم تصورا لسلوكها الحمضي. هذا بشكل مختصر عن تطور مفهوم الحمض والقاعدة مع الزمن. لان ننتقل الى الحسابات المتعلقة بوحدة الحموض والقواعد ولكي اكون لديك عزيز الطالب تصورا عن حسابات هذه الوحدة حسابات هذه الوحدة تتعلق بحسابات بي اتش شكل عام او حسابات الرقم الهايدروجيني. هاي الحسابات راح ننتقل فيها بالحمود القوية قواعد القوية حمود ضعيفة قواعد ضعيفة زائد سلوك الاملاح والمحلول للمنظم وحسابات بي اتش اثناء المعايرة. هذه جميع حسابات في الوحدة تتناول مع حسابات بي اتش لهذه المحالين المختلفين. الان يجب ان تحفظ عزيز الطالب الحمود القوية والقواعد القوية وما عداهم ضعيف. والحمود القوية والقواعد القوية مدرج بعض الحمود في جدول في كتاب الطالب يعني يرجى الرجوع اليه لحفظهم. منهم اللي هم اله سي آل اله بي آر اله اي اله اين او ثري واله اتش تو اي اس او فور والاتش كاي اي او فور. هي حمود قوية. هادروكلوريك هايدر بروميك يونيد الهيد pigment���ك بريك كبريك بيرك�لوريك القوية سهلة هي قواعد هيدروكسيدات المجموعة الاولى والتانية مثل عن اي او اتش كي او اتش ام جي او اتش الكل تو بي اي او اتش الكل تو هاي هاي هذا في الزات الترابية هاي قلويات فهيدروكسيدات القلويات والقلويات الترابية هي قواعد قوية الآن مفهوم رقم هيدروجيني الرقم الهيدروجيني هو البي اتش البي اتش بنحكي عنه تعريفه سالب لوجريتم تركيز ايون الهيدروجين سالب لوجريتم تركيز ايون الهيدروجين للأساس عشرة هذا مفهوم البي اتش عسا الان انا لما بدي احسب قيمة بي اتش لحمود قوية قبل ما نبدأ بالحمود القوية في مر معنا موضوع اسمه التأيون الذاتي للماء التأيون الذاتي للماء اللي اتضح ان الماء يتفكك ذاتيا وهذا الكلام تم الاستدلال عليه بعد ما تبين ان الماء النقي توصيل رديء او متدني للكهرباء تأيون الماء ينتج عنه ايون الهايدرونيوم وايون الهايدروكسيد وبما انه التأيون جزئي اذا في اتزان ما انه في اتزان خرجنا انه الكاسي بتساوي تركيز الو اتش سالب في تركيز الاتش 3 او موجب على تركيز الاتش 2 او تربيع هسا نضرب الكاسي في الاتش 2 او تربيع اعطتني الو اتش سالب في الاتش 3 او موجب هاي تم انتفاق اصطلاحنا على تسميتها ثابت التأيون الذاتي للماء كي دبليو او كي ووتر هي عبارة عن او اتش سالب في اتش 3 او موجب تبين حس ابين انه الكي ووتر للماء النقي في الظروف المعيارية اللي هي درجة حرارة 25 واحد في عشرة وسالب اربعتاش وهذا يحفظ في الظروف المعيارية هو واحد في عشرة وسالب اربعتاش اي زيادة في في تركيز الاتش 3 او هي على حساب مقصوم في تركيز الو اتش لاي محلول سواء كان ماء نقي او غيره الان لما بد اطبق انا في الماء النقي حسابات بي اتش للماء النقي احنا اتفقنا البي اتش بتساوي سالب لوجريتم الاتش 3 او موجب متساوي السالب الان ما انه انا عندي الكي دبليو واحد في عشرة وسالب اربعتاش هي الاتش 3 او في الو اتش بالمعادلة الاتش 2 او زي اش 2 او اعطتني الاتش 3 او موجب زاد او اتش بداية عند الاتزان هاي سينو هاي سينو اذا الكي ووتر بتساوي السينو تربيع سوا واحد في عشرة وسالب اربعتاش اذا السينو بتساوي واحد في عشرة وسالب السبعة مول لكل لتر هاي تساوي تركيز مين الاتش 3 او موجب وهي نفسها تركيز ال او اتش سالب يعني في الماء المقي بتكون تركيز الهيدرونيوم الهيدرونيوم الهيدروكسيد متساوية الان انا مبداش احكي البي اتش سالب لوجريتم الاتش 3 او واحد فعشقه سالب سبعة وهي تساوي سبعة. فالبي اتش للماء النقية ابنائنا الطلبة تساوي سبعة. وبالقياس اي محلول له تساوي سبعة منسميه محلول متعادل. اي محلول له بي اتش تساوي سبعة منسميه محلول متعادل. الان نبدأ بحسابات للحمود القوية. حسابات بي اتش الحموض القوية. الصالة من الحموض القوية اول شغلة نتعلمها عند الحسابات بكتب معادلة التفكك التام للحمض مع الماء. طبعا احنا في حسابات بيكتش كلنا بنشتغل برونستاد لوري كلها محالية المائية والحمض في الماء او القاعدة في الماء. فبنكتب معادلة التأيون التام للحمض القوي نجد تركيز في نهاية عملية التأيون. يعني بعد ده ما يصبح الحمض تركيزه في النهاية صفر. نجد بي اتش هو سلب الاتش تري او. بمثال بسيط كتبين احنا مثال على هين انه عندي اتش سيال تركيزه واحد في الالف قديش البي اتش. بكتب اول شي معادلة تفكك الحمض. ما انه حمض قوي اذا ساهم باتجاه واحد. بعطيني الاتش تري او موجب زائد سيال الثاني. الالية باشتغل فيها بكتب هين بداية وبقاجي بحط التركيز. واحد في الالف. سفر سفر. ما انه رب حمض قوي اذا في عندي نهاية. هاي بتصير سفر. هاي بتها تزيد بمقدار سين وهي تزيد بمقدار سين. هاي السين اكم. هي تمثل هاي السين هاد التغير هي الناقص سين هين زائد سين هين زائد سين. ما انه هاي صارت سفر اذا نسين شو هي? اذا نسين هي واحد في الالف. اذا تركيز الاتش تري او موجب يساوي واحد في الالف مول لكل لتر. وعند حساب البي اتش تحول ارقام لأسس. عند حساب بي اتش بنحول ارقام لأسس طلعها هي واحد فعشق وسالب تلاتة مول لكل لتر. لما الان باجبع حكي بي اتش تساوي سالب لوجريتم الواحد فعشق وسالب تلاتة وتساوي تلاتة. الان بشكل مقتصر اذا كان الحمض عند قوي احادي لبروتون زي الاتش سي ال دائما تركيز الاتش تري او هو تركيز الحمض. اذا كان الحمض ثنائي لبروتون مثل اتش تو اس او فور فتركيز الاتش تري او التركيز الاتش تري او بيكون ضعف تركيز ضعف اذا كانت هاي واحد في الالف هاي بنهايتا شو بتصير هاي بصير نهايتا اتنين في الالف وبالتالي في الحموض القوية بدي انبي على معامل على عدد البروتونات في الحمض هذا هو احادي البروتون الحمض ولا ثنائي البروتون الحمض. الان بالنسبة القواعد بنفس الطريقة. بالنسبة للقواعد الان ننتبه بس على شغلة بسيطة. مكتوب عنا هنا لو انا عندي حمضين. عندي حمض اتش سي الو عندي حمض اتش تو اس او فور. التنين متساويين في التركيز. قلت لك انو اقلو بي اتش اكبر انو اقلو بي اتش اقل. هتقارن بينهم حسب قيم بي اتش. الان باشي بتطلع. لاحظوا الحمض اللي هو ثنائي البروتون الاتش تري او تاعة اتنين بالالف. هنا الاتش تري او واحد في الالف. فهين تركيز الاتش تري او اعلى. لو تيجي تحسب البي اتش الاتنين في الالف. سالب لجرية متنين في عشق وسالب تلاتة. تطلع تلاتة ناقص لجرية متنين. لجرية متنين تلاتة في العشرة. بتطلع اتنين وسبعة في العشرة. فاذا البي اتش للاتش تو اس او فور اقل من البي اتش للاتش سي ال. تركيز الاتش تري او هين اعلى. اذا بطلع بالنتيجة المكتوبة امام المقارنات. انو قوة الحمض القوي تتناسب ترضي مع H3O وعكس مع BH يعني كلما قلت BH زادت قوة الحمض كلما قلت قيمة BH زادت قوة الحمض بنفس الشيء بالقواعد القوية نكتب معادلة تفكك القواعد القوية كما هو مشار أمامكم نجد تركيز OH في نهاية عملية التفكك أو التأيون نجد تركيز H3O من خلال العلاقة الكي ووتر بتساوي H3O في OH ثم نجد البي H الآن بمثال بسيط قبل ما أحل السؤال المعروض أمامكم لو جينا نحكينا مثلا الآن AOH زاد H2O عطتنا الآن A موجب زاد OH سالب لو كانت هاي بداية تركيزها واحد في الألف بداية نهاية هاي بدأت تصير صفر حيش تصير تركيزها برضو القواعد نفس الأحمض تركيز OH إذا كانت القاعدة أحادية الهيدروكسيد هو نفس التركيز الOH نفس التركيز القاعدة إذا كانت ثنائية الهيدروكسيد تركيز الOH هو ضعف تركيز القاعدة وبالتالي هنا تركيز الOH تمام معي واحد في عشق وسالب ثلاثة إذا الOH من خلال علاقة الكيو وطر بتساوي واحد في عشق وسالب أربعتاش على واحد في عشق وسالب ثلاثة بتساوي واحد في عشق وسالب احداش إذا الOH بتطلع سالب لجريتم الواحد في عشق وسالب احداش وتساوي احداش لو عندي قاعدة تانية بنفس الصورة القرنت فيها الأحباط لو قلت الOH بدون ما نحل تركيزها واحد في الألف أنو قلو بي اتش أعلى أنو قلو بي اتش أعلى عسا هاي تركيز ثنائية الهيدروكسيد إذا تركيز الOH فيها ده يكون اتنين في الألف تركيز الOH اتنين في الألف نيجي نحسب إحنا من خلالها ونيجي نحسب البي اتش بتطلع بي اتش فيها احداش وسبعة في العشرة ماشي؟ ثلاثة في العشرة تطلع واحداش ثلاثة واحداش ثلاثة بعد الحساب طبعا تدرج بالحساب كنا نسأل الحل في المثال الذي يليه بي اتش هين أكبر من بي اتش هين تركيز الOH هين أكبر من تركيز الOH هين إذن بطلع بالنتيجة هاي قوة القاعدة تتناسب ترضي مع تركيز الOH ترضي مع بي اتش ترضي مع بي اتش عكس الحموض الOH عكس مع مين؟ مع البي اتش لقى المثال أمامنا هاي من الأسئلة اللي بتيجي فيك أسئلة أنماط أسئلة توجيهة ممكن يقول لي احسب كتلة أو قذيبة كتلة معينة في الأسئلة الاحسب كتلة يعني إحنا منحكي فيها للطلاب دايما إذا قال لي سؤال احسب كتلة بتحل على تنك على تركيز عدد مولات كتلة الآن إذا المطلوب نحسب تركيز ابتداءا إذا وصلنا إلى تركيز هاي أنا بوصل إلى عدد مولاتها ومنها إلى كتلتها الآن أول شغلة زي ما اتفقنا نكتب معادلة تفقق القاعدة ما أنا قاعدة قوية بسهم واحد بي اي زائد تنين زائد اتنين أو قاتش سالب الآن بداية هاي تا مجهولة بالنسبة لي ما رفعاش هنا سفر سفر نهاية هاي دا تصير سفر هاي دا تصير اتنين تا هاي دا تصير اتنين تا شو كاتب أنا بالسؤال بي اتش له تساوي اتناش اي سؤال كتبت إلك بي اتش فيه إذا حمد بدي أطلع الاتش تري او إذا قاعدة بدي أجيب الاتش تري او منها أجد الو اتش الآن باش بحكي البي اتش تساوي اتناش إذا تركيز الاتش تري او عشرق ونقص اتناش إذا تركيز الو اتش عشرق وسالب تنين حاصل ضربهم عشرق وسالب اربعتاش الآن القاعدة عشرق وسالب اتنهاية شو بتساوي اتنين تا اتنين تا اذا التا بتساوي واحدة واحدة المية خمسة خمسة في الالف ملة كل تر لأن التركيز خمسة في الالف ملة كل لتر الآن بدنا نطبق قوانين إنه عدد الملات بتساوي الحجم في التركيز والحجم بوحدة اللتر حجم بوحدة اللتر عند الحجم خمسة في العشرة في التركيز خمسة في الالف بطلع خمسة وعشرين عشرة تلاف مول والكتلة طبعا نون في الكتلة المولية بتطبق بتجد الجواب بعد حساب الكتلة المولية للبي اي و اتش الكل تو بتطلع ازن خمسة وعشرين في العشرة تلاف في مية وواحد وسبعين اجراء طبعا اجراء ها من الاسئلة اللي قد تتكرر انماطها على اكثر من نوع من المحالين بعد الحمود القوية والقواعد القوية ننتقل الى الحمود الضعيفة الحمود الضعيف ما يميزه عن الحمود القوي ان التفكك جزئي وان التفكك جزئي اذا هناك حالة من الاتزان انه في حالة اتزان ان تكتب معادة التفكك الجزئي كما هو مشار بسهمين متعاكسين ودائما معامل الاتش في الحمود الضعيفة واحد الاتش ا زاد اتش تو او تطني الاتش تري او زاد اي سالب عسا هاي الاي سالب اسمها القاعدة الملازمة للحمود لان بداية انهايتها ستنقص مع الزمن بمقدار معين سين هاي ستزيد بمقدار سين هاي ستزيد بمقدار سين الان لانه هاي حمود ضعيفة ومقدار النقصان قليل دائما في الحمود الضعيفة يهبأ للمقدار النقصان منطبق عند الاتزان هاي تساوي تاه عند الاتزان هاي تطبقه تساوي تاه وبعد اشتقاق ثابت تفكك الحمود الضعيف من خلال ثابت الاتزان نصل للعلاقة انه الكي اي بتساوي القاعدة الملازمة الاي سالب في الاتش ثري او موجب على الاتش اي من خلال هاي العلاقة لو انا سألت سؤال ما العلاقة بين كي اي وتركيز الاتش ثري او طردي ومن لما اخد الحمود القوية اشرت انه الاتش ثري او مع البي اتش عكسي اذا نبطلع من هنا وهذا الاسر بتفيدني في المقارنات دون حل قوة الحمود الضعيف تتناسب طردي مع الكي ايه طردي مع الاتش ثري او عكسي مع البي اتش يعني كل ما لو اعطاني قال لي اي الحمود اقوى اي الحمود تركيز اتش ثي او اعلى اي الحمود تتفكك بالنسبة اعلى في الماء كلها حسب العلاقة هي قوة الحمود تتناسب طردي مع كي ايه طردي مع اتش ثري او عكسي مع البي اتش الآن بما أن الحمود تتفاوت في قوتها إذن القواعد الملازمة الناتج من تفكك الحمود أيضا تتفاوت في قوتها القواعد الملازمة إذا كان الحمود قويا قواعدته الملازمة ضعيفة والعكس إذا كان الحمود ضعيفا قواعدته الملازمة قوية والأمثلة اللاحقة توضح ذلك إن شاء الله بنا نعطي سؤال محلول اتش سي او او اتش تركيزه واحد في العشرة مول لكم لتر ك اي اتنين في عشرة قوة سالم اربعة قال لي احسب بي اتش بشكل سريع. الان بكتب معادل خطوات الحال ضرورية ابناء الطلبة. نكتب معادل تفكك الحمض الضعيف. مدام في بالسؤال اشارة كلمة ك اي او احسب ك اي اعرف انه بسألك عن حمض الضعيف. الحموض القوية فيش الها ثابت التفكك. زائد الاتش تو او والمعادلة تكتب حسب مفهوم برونز سادلولي مانح بروتون ومستقبل بروتون. اتش سي او سالب زائد اتش تري او موجة. الان هنا بداية باجي بكتب. معطيك ايها عشر مول لكل تركيز. اتزان. في الحمض القوية بنحكي بداية ونهاية. هنا بنحكي بداية واتزان. هاي الاتزان لان النقصان يهمل فيأخذ التركيز هو التركيز البداي. هين زادت المقدار سين. هين زادت المدرسين. الكي ايه. نكتب القانون. ما نجاوبش مباشرة سين تربيع على التركيز. ذا بنكتب القانون. الاتش تري او موجة. في الاتش سي او او سالب. على الاتش سي او او اتش. هاي بتعطيني الان سين تربيع على عشر بتساوي اتنين في عشق والسالب اربعة. فسين تربيع بتساوي اتنين. في عشق والسالب خمسة. يعني السين هاي عشرين العشرين تطلع كم اربعة وربع يعني. في عشق والسالب اتنين. هاي تساوي تركيز الاتش دي او موجة. ومنها نجد البي اتش. سالب الآن بالنسبة للقواعد الضعيفة. بالنسبة للقواعد الضعيفة بنفس الطريقة نكتب معادلة تفكك القاعدة الضعيفة. نطبق العلاقة ثاء الكي بي ثابت تفكك القاعدة الضعيفة. في البي اتش موجب. هنا البي اتش موجب يسمى حمد ملازم. هادي قاعدة تنتج حمد ملازم. عدر كيز القواعدة. من خلال العلاقة الامامناك كما ربطناها في الحمود الضعيفة. الكي بي تتناسب طردي مع ال او اتش. وال او اتش كما تعلمنا في القواعدة القوية طردي مع البي اتش. اذا بخلص بنتيجة ان قوة القواعدة الضعيفة تتناسب طردي مع الكي بي طردي مع ال او اتش. كلهم طردي مع البي اتش تردي مع ال اتش تري او بتكون عكسي. القواعدة القوية ايضا بما ان القواعد المختلفة تختلف في قوة تفككها تختلف في قوة تفككها. اذا الحموض الملازم الناتجة ايضا تختلف في قوة تفككها. وحسب العلاقة القاعدة القوية حمضها الملازم ضعيف والقاعدة الضعيفة حمضها الملازم قوي. حمضها الملازم قوي. الان. شو اظن في سؤال في صحر والله. تقطع حكي انت مليش غص. ريح? ريح? نحن. لان سؤال تطبيقي على حساب بيتش للقواعد الضعيفة. كما تذرقنا في هذا النمط من الاسئلة. برضو مداما طالب من كتلة اذا بدي احسب تركيز عدد مولات كتلة. الان بداية نكتب معادلة تفكك القاعدة الضعيفة او تفاعلها مع الماء. بالتزان ان اتش فور موجة سائد او اتش سالي. الان بداية عندي هنهايتها سفر سفر. اتزان. عند الاتزان. برضو ياخد التركيز اتدالي من اهمل النقصان. حين زائد سين. حين زائد سين. نطبق العلاقة الكابي بتساوي تركيز الو اتش سالب بتركيز الان اتش فور موجة على تركيز الان اتش تري. الان الكابي اتنين في عشق وسالب خمسة الان هي ما اعطينا تركيز انا اعطانا بالسؤال بي اتش تساوي تسعة. انا بدي الو اتش البي اتش تساوي تسعة اذا الاتش تري او عشق وسالب تسعة مولة كل لتر. اذا الو اتش عشق وسالب خمسة مول لكل لتر. اذا انا بتساوي عشق والسلب خمسة في الان اتش فور موجب برضو تكون نفسها لانها سين في سين. على الان اتش طيرية تا. هاي مع هاي بتروح. بظل عند اتنين تا. بتساوي واحد في عشق والسلب خمسة. اذا تا بتساوي خمسة في عشق والسلب ستة مول لكل لتر. ومنها نون تساوي حافتة وكاف تساوي نون في كاف مين. بعد الحموض الضعيفة والقواعد الضعيفة ننتقل الى مفهوم الاملاح. الملح يعرف مركب ايوني يتفكك كليا في الماء يتفكك كليا في الماء. طبعا الملح مركب ايوني ينتج من تفاعل حمض مع قاعدة يتفكك كليا في الماء. مثل ها. نجي نحكي الان اي سي ال. ملح. نحكي الكي ان او ثي ملح. نجي نحكي سي او او ان اي ملح هي املاح. الاملاح هي. لما انا حكيت ينتج تفعل حمض مع قاعدة اذا انا بدي انا احدد اصل الملح. هاي الان ايه? ما من مركب ايوني? هاي الموجب هاي السالب. حد انه ايون الموجب انه ايون السالب. اذا كان الايون الموجب اصله من الفلزات القلوية او الطرابية الايون الموجب هادا حمض ملازم قاعدته بترجعها لا اصلا بضيفها الو اتش. وهي طبعا قاعدة هاي حمضها. هذا حمض وهي قاعدة. اه هادي قاعدة اسف هاي قاعدة وهي حمض. المركب الناتج منهم هو ملح. لان لما حكيت انا الملح مركب ايوني قابل تفكك كليا في الماء. فاحنا بنكتب الاتش تو او على السهل. اتفكك كل املاح. اضطي الان ايه موجب زائد سال السالب. هاي اسم هالايونات في الماء. اللي كنا نحكي عنها دائما نقولكم ليش ما حديل الاملاح توصل طيار كهربائي? كنتوا تجاوبوا بسبب وجود ايونات حرة الحركة في المحلول. الاملاح مركبات ايونية تتفكك. نفس الشيء هنا نفس الشيء هنا. الان ما هو السلوك كيف نحدد نوع الملح? هل الملح هو حمضي ولا قاعدة ولا متعادل? لتحديد سلوك الملح حمضي او قاعدة او متعادل بدنا نرجع على اصله. نشوف الاصل اللي اجا منه الملح. مثلا المثال السابع المتصارات انا الان اي سي ال الان اي سي ال يحتوي على الايونات. الان اي موجب والسي ال سالب. السي ال سالب هو اتش سي ال هذا ان اي او اتش. هذا حمض قوي. هذا قاعدة قوية. الان اذا نتج الملح من تفاعل حمضا قوي مع قاعدة قوية هو ملح متعادل. هو ملح متعادل. اذا الاملاح ثلاث انواع في عنده متعادل ينتج من تفاعل حمض قوي مع قاعدة قوية وهنا اذكر ابنائنا اطلب على حفظ الحموض القوية والقواعدة القوية التي ذكرت سابقا. الان ملح اخر الان اتش فور سي ال. شو نوع هادا الملح? باجي بقول الان اتش فور سي ال بتكون من? الايونات. الان اتش فور سالب والان اتش فور موجب. السي ال سالب اصله اتش سي ال. هاي اصلها ان اتش ثري. هاي قاعدة ضعيفة. هنا حمض قوي. حمض قوي مع قاعدة ضعيفة ملح حمضي. اذن ابنائنا الطلبة الذي يحدد هوية الملح هو القوي. الذي يحدد هوية الملح هو القوي. الان اتتفاعل حمض قوي مع قاعدة ضعيفة الملح حمضي. الملح حمضي. ما لما انا بحكي ملح حمضي يعني بي اتش اله اقل من سبعة. بحكي ملح متعادل البي اتش اله تساوي سبعة. الان لو اجأ الصارد ملح تالت. ملح التالت ده الصاردو. الان اي سي ان مخلق. هذا بتكوى من الايونات السي ان سالب الان اي موجب. الان اي موجب اصلها ان اي او اتش. هاي اصلها اتش سي ان. هاي قاعدة قوية وهذا حمض ضعيف. ما انو قاعدة قاعدة والبي اتش اله اكبر من سبعة. الان بهاي الطريقة نحدد نوع الملح حمضي ام قاعدة ام متعدل. لكن ما هو سلوك ايونات الملح في الماء. سلوك ايونات الملح في الماء خدنا مفهوم اسمه التميه. التميه. لهو تفاعل ايونات الملح مع الماء. لزيادة انتاج تركيز او 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 كلاهما. لزيادة تركيز. طبعا احنا معكم في التوجيه راح نصارد بس. زيادة التركيز او 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 بدون كلاهما. فالتميه هو تفاعل ايونات الملحي مع الماء. لزيادة تركيز او 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 كلاهما. نستعرض يسا اي الايونات تتميه وايها لا يتميه وشو القواعد ان نعتبده في هذا الموضوع الان الملح ناسأل ما سلوك ايونات الاملاح التالية نستعرض لصالتهم سابقا وهي الان الان باجع الملح ناسي ال برجع على اصله السي ال سالب ون اموجب هاي اصلها هاي اصلها يرجى الانتباه هنا حمض قوي قاعدة قوية الان الحمض القوي كما تحدثت سابقا الحمض القوي اذا هاي السي ال السالب هي قاعدة ملازمة لمين للحمض القوي القاعدة الملازمة ما ان الحمض قوي اذا القاعدة الملازمة بالعكس ضعيفة القاعدة الملازمة ضعيفة عسا القاعدة بتقول القاعدة الملازمة الضعيفة التي اصلها قوي لا تتميه يعني لا تتفاعل ايوناتها مع الماء الآن قاعدة قوية الان ايه حمض ملازم لان اموجة ما انه هاي قوية ده اذا حمض ملازم ايش ضعيف ما انه حمض ملازم ضعيف ايضا الحمض الملازم الضعيف الذي اصله قاعدة قوية لا يتميه يعني الذي يتميه هو الايون الايون القوي اللي اصله ضعيف وليس العكس القوي اللي اصله ضعيف وليس العكس نبين مثلا لما بيكتب اللي بالابتحان مثلا سلوك هذا الايون مع الماء بقول له لا تفاعل الان ايه مع الماء لا تفاعل اذا هي مصارش تميه وبالتالي ما زادش لا تركيز اله ولا تركيز اله ما ان الماء النقل اله يساوي اله اذا متضلها اله تساوي سبعة وان وضع هذا الملح على اي محلول سواء حمضة او قهلة تبقى بي ايتش كما هي تبقى بي ايتش كما هي صعدة ملح الاخر ملح الاخر هو الان اتش فور سي ال بنفس الطريقة منود لأصله سي ال سالب والان اتش تري والان اتش فور موجب هاي اصلها اتش سي ال هاي اصلها ان اتش تري الان اتش تري قاعدة ضعيفة اذا هاي حمض ملازم قوي هذا حمد قوي إذن هاي قواعدة ملازمة ضعيفة نطبق القواعدة الضعيف الذي أصله قوي لا يتميه القوي الذي أصله ضعيف يتميه الآن أنا حددت أنه الان اتشفو ذا السالب مع الاتشتو او فش الان اتشفور موجب زاد اتشتو او بس أهمين متعاكسين لنده يصير الانتزان ما إنه أنا بحكي لك ينحمض ما إنه ينحمض إنه هذا منح اتش بده يرجع لأصله بده يرجع لأصله هو الان اتش تري لما هاي تمنح اتش لهاش بتصير هاي زائد اتش تري او موجب لاحظوا أبنائنا الطلبة نتجة من عملية تميه آيونات الامونيوم زيادة في تركيز الاتش تري او إذن الملح حمضي وبعدين بي اتش لأي ما حلو توضع إلو شو بصير على بي اتش تقل لإنه بما إنه زادت الاتش تري او ستقل البي اتش لللاقعة عكسية بين الاتش تري او والبي اتش لما يقول لي وضح سلوك الملح هذا في المية بدي أنا أعرف ما هي الايونات اللي تتميه وماذا نتجة عن عملية التميه زيادة في الاتش تري او أم زيادة في الو اتش مثال ثالث على ملح آخر الان اي سي ان هي سي ان سالب وان اي موجب ان اي موجب أصلها ان اي او اتش هي أصلها اي سي ان حمض ضعيف قاعدة قوية اذن هاي حمض ملازم ضعيف لا يتميه هاي قاعدة ملازمة قوية تتميه القاعدة الملازمة القوية التي أصلها ضعيف تتميه وبالتالي بكتب عدد تتميه برضو بسهمين واتزام ترجع لأصلها اتش سي ان زائد نتجة عن عملية التميه زيادة في تركيز ايون الهايدروكسيد اذن الملح قاعدي وبالتالي عندها اضافة هذا الملح لاي محلول ترتفع قيمة ترتفع قيمة الان ممكن بعض الاسئلة تجيني وضح سلوك كما قشبها املاح او ما اثر لو حكالي ما اثر اضافة ما اثر اضافة الملح لمحلول المحلول المحلول الماء على قيمة بي اتش بس دي اتكتب لتزيد تقل لا تتغيق بغض النظر ما هو المحلول لدي اضاف الان الملح هذا بمسك هذا الملح الكي اف بشوف شو اصله هذا اتش اف وهي كي او اتش ما انه هاي حمض ضعيف حمض ضعيف وهاي قاعدة قوية اذا ملح قاعدي ما انه ملح قاعدي اضافته على محلول ماشي بصف البي اتش تزيد دون الدخول بتفصيلات سرقت لها لاحقا وبتالي ما بقولين بس ما قطل اضافة بدل الجواب باني بس تزيد تقل تتغير بحدد شو نوع الملح حددت شو نوع الملح حمضة او قاعدة او متعادل بقدر احدد تزيد تقل او لا تتغير الان احنا صلنا مخدين المحليل حمود قوية حمود ضعيفة قواعد قوية قواعد ضعيفة املاح لو اعطانا مجموعة من المحليل المختلفة المتساوة في التركيز وقال لي رتبها حسب قيم بي اتش وما دام قال لي رتب حسب قيم بي اتش لا بعطيني تركيز او بحسب حساب لا بكون معطيني بالسؤال للمقارنات متساوية في التركيز متساوية في التركيز عشان انا اقار بناء على المفاهيم اللي تعلمتها انا في عندي اذا بشكل مختصر في عندي الحمض القوي هو الاقل بي اتش بعدها الحمض الضعيف بعدها الملح الحمضي بعدها بيجي المحلول المتعدل بعد محلول متعدل بيجي عند المحلول العللحイ القاعدي القاعدة الضعيفة القاعدة القوية وفق هذا المخطط بالت لمعه Students التذيب امامكم بدى ارد كل المحلول واعرف شو نوعه لما بعرف شو نوعه في رتب وفق المخطط المشاركة اله امامكم انما باجه بحكي انا الان اي سي ان وما يجبس صارد الكي او اتش والان اتش فور ان او ثري والاتش تو اس او فور و ايه كي ان او ثري فنصارد هاي جاي من ان اي او اتش و اتش سي ان اذن قاعدي ملح قاعدي قواعدة قوية هاي جاي من ان اتش ثي و اتش ان او ثي ملح حمضي الاتش تو اس او فور حمض قوي الاتش تو اس او فور اذن بي اتش الاتش تو اس او فور اقل بعد الان حمض قوي بيجري حمض ضعيف ما في عندي في عندي ملح حمضي الاتش فور ان او ثري في ملح الحمضي بيجي عندي المتعادل كي ان او ثري بعدين بيجي عندي ملح القاعدة الان اي سي ان بعدين بيجي عندي الكي او اتش وتاني بقول هيك تزيد البي اتش تزيد البي اتش الان بدنا نخلط املاح مع حمض ضعيفة او قواعد ضعيفة لنخلط املاح مع حمض ضعيفة او قواعد ضعيفة الان لو انا في عندي محلول اتش اف اضع حمض ضعيفة بتفكك جزئي هاي الاتش اف زاد اتش تو او اعطاني الاتش دي او موجب زاد اف سالب قلتلك ما اثر اضافة الملح ان اي اف لمحلول الحمض لان عشان اعرف بقطة الاضافة بكتب معادلة تفكك الحمض الضعيف وبكتب معادلة تفكك الملح هاي الاتش اف زاد اتش تو او اعطاني الاتش دي او موجب زاد اف سالب بكتب احتاج معادلة الملح الان اي اف وهي الملحة الاتش تو اوع سهم هاي الان اي موجب زاد اف سالب لاحظوا ابنائنا الطلبين الان هي انه في اتزان مينو في اتزام تعرض النظام المتزن لمؤثر خارجي اللي هو اضافة الملح فعندما تعرض المؤثر خارجي زاد تركيز ايونات الفلوريد زاد تركيز ايونات الفلوريد مانو زاد تركيز ايونات الفلوريد هذا النظام سيعدل من نفسه ليعود الاتزان الجديد حسب مبدأ الان ما انه زاد تركيز اذا بده انحاز النظام نحو اليسار ما انه بده انحاز النظام نحو اليسار اذا الاش فيها راح اتقل ما انقلت الاش في او اذا راح اتزيد البي اتش راح اتزيد اذا ما اصل الاخر الان استطيع التفسير من خلال المصارين اما المصار اللي شرحته سابقا هو نوع الملح المضاف واما من خلال مفهوم منسميه الايون المشترك الان لاحظوا ايون اللي فلوريد ليش سميه ايون مشترك لانه ايون قادم من مركبين مختلفين ضمن نفس المحلول يعني كان انا عندي هنا فيه اتش اف ضفت عليه ان اي اف صار الاف سالب اللي هاني واللي هاني في نفس الوعاء من مصرين مختلفين في نفس الوعاء الان يظهر اثر هذا الايون اذا كان احد المركبين يتفكك جزئيا في اتزان لو ما فيش نظام متزان ما بيظهرش الاثر وبالتالي انا ما اثر اضافة الملح عن ايه اف لما حلول الحمض الاف ايون مشترك باجي بقول يلاحظ زيادة تركيز الايون المشترك اذا هذا بنا نعرف شو اسمه ايون مشترك ليش سميناه ايون مشترك لانه قادم من مركبين مختلفين هذا اسمه ايون مشترك يلاحظ زيادة الاف في انحاز التفاعل نحو اليسار لما انحاز نحو اليسار سيقل تركيز الاتش ثي او بما ان تركيز الاتش ثي او نقص اذا بي اتش ستزيد اذا بي اتش ستزيد اي محلول احتوى على حمض ضعيف وملح يحتوي على الايون المشترك على القاعدة الملازمة للحمض الضعيف بصير اسمه محلول منظم الذي سنستعرض مفهومه والية عمله لاحقا الان لو كان عندي حمض اخر محلول اخر لو عندي كان الان اتش تري قواعدين ضفتلها الملح ان اتش فور سي ال نكتب المعادلات وبدو نحدد وين الايون المشترك ونشوف شو بصير رقيمة بي اتش للبحيول بعد اضافة الان اتش فور سي ال على الان اتش تري بكتب معادلة القاعدة الضعيفة القاعدة ضعيفة هي القاعدة الان اتش فور موجب زائد او اتش سالب هذا النظام متزن ضفتلو الملح ان اتش فور سي ال للملح بتفكك تفكك كلي بعطين الان اتش فور موجب زائد سي ال سالب لاحظ هذا شو اسمه اذا الايون مشترك ايون قادم من مركبين مختلفين ضمن نفس المحلول ويظهر اثره اذا كان احد المركبين يتفكك جزئيا فانا عندي الان اتش تري بتتفكك جزئيا الان زاد الان اتش تري لو اين بدو نحاز النظام المتزن حسب ابدا الاتش تليه نحو اليسار بدو نحاز نحو اليسار شو راح اصيب ال او اتش راح اتقل ال او اتش بدو نقلت ال او اتش اذا ستقل البي اتش ستقل البي اتش للمحلول الان الحسابات اللي تتعلق على المحاليل التي تحتوى على ايون مشترك اذا كان المحلول قاعدة ضعيفة وملح يحتوي على الحمد الملازم للقاعدة ضعيفة من خلال كابي واذا كان المحلول حمد ضعيف وملح يحتوي على القاعدة الملازمة الحمض الضعيف من خلال حسابات ال-K-A خلال حسابات ال-K-A الان نطبق سؤال على الايون المشتراك ونشوف كيف تتغير التركيز محلول سي اتش تري سي او او اتش تركيزه دين في العشرة مول لكل لتر وال-K-A اتنين في عشرة وسلم خمسة احسب بي اتش احسب بي اتش المحلول السابق بعد اضافة عشر مول لكل لتر من الملح المطلوب الاول هو حسابات بي اتش لحمود ضعيفة كما تعلمنا سابقا نكتب معادلة تفكك الحمض الضعيف عندي هنا 2 في العشرة عندي هنا سين سين وهذا عندي الاتزان مولاشرة اذا الكيه ايه بتساوي الاتش تري او موجب في السي اتش تري سي او سالب على السي اتش تري سي او او اتش هاي اتنين في عشرة وسلم خمسة بتساوي السين تربيع على اتنين في العشرة بطلع اربعة في عشرة وسلم ستة ومنها سين اتنين في عشرة وسلم تلاتة مول لكل لتر هاي تركيز الاتش تري او موجب اذا البي اتش تطلع تساوي السالب لجارة متنين في عشرة وسلم تلاتة تلاتة ناقص لجارة متنين تلاتة ناقص تلاتة في العشرة وتساوي اتنين والسبعة في العشرة اذا هذا المحلول كانت بي اتش له ابنانا الطلب اتنين والسبعة في العشرة قبل بنضيف عليه الملح الان بدنا نضيف على هذا المحلول الملح سي اتش تري سي او او ان ايه ونشوف شو بصير معناه بدنا نتوقع شو بصير لقيمة بي اتش من خلال مبدأ الواتش تلايه بعدين نحسبها حسابيا بنكتب معادة التفكك والحمد الضعيف بنكتب معادلة التفكك التام للملح الان هذا الايون اسمه ايون مشترك عندها عند الاتزان كانت هذه اتنين في العشرة هنا سين هنا سين ارفض الملح هذا بدنا نحاز نحو اليسار ما انه بدنا نحاز نحو اليسار بدنا تقل الاتش طي او بدنا تقل الاتش طي او بدنا تزيد بي اتش اذا لما بحل السؤال يستطلع معي بي اتش اكتر من الاتنين وسبعة هذا مؤشر على انه شغلك صاح او غلط الان لما بدا اجي اتبق حسبيا هذا تركيزه بداية بالاملاح معضيك اياها عشر حين كانت سفر حين سفر الاملاح فيها بداية ونهاية هنا سفر هنا عشر اذا اصبح تركيز السي اتش ثري سي او او جاي من مصدرين هو عشر لاحظوا هاي زادة في مقدار عشر هاي بالاصل موجودة بقيمة سين العشر هاي زاد السين هاي بتنحاز لهاي الجهة اذا ستقل عسل الان انا بدي اهمل الزيادة واهمل النقصان في الحل واخد التركيز القادم من الانشرك لانه كبير مقارنة مع هاي بعض النقصان انه كبير مع السين بعض النقصان فاذا في الاسئلة فيها ايوم مشترك باخد اذا كان السؤال حمد ضعيف باخد تركيز الايوم المشترك القادم من الملح حسب العلاقة بتساوي تركيز بتكتبها بصيغة عامة العلاقة انا الايوم المشترك الايوم المشترك هو التركيز القادم من مين مش تركيز الملح القادم من الملح لانه ممكن يكون هاي معاملها اتنين ممكن معاملها مش واحد اللي باخد التركيز القادم من الملح على تركيز الحمد الضعيف ولو منطبق اتنين في عشق وسالة بخمسة ساوي سين في الايون المشترك هنا عشر اذا لاحظوا اذا احتوى المحلول على الايون المشترك بطل صغير الباص سين تربيع كبير في الحبود الضعيفة والقواعد الضعيفة على الحمالة اتنين في العشرة حي ما هي راحة بطلع سين بتساوي اربعة في عشق وسالة بخمسة مولة كلتها التركيز الاتش تري او ومنها البي اتش بتساوي خمس منقل ستة في العشرة بطلع اتنين اربعة واربعة في العشرة بعد حسابة لاحظوا اذا البي اتش تبعت عندي زادت البي اتش من اتنين وسبعة الى اربعة واربعة هذا المحلول الحمض الضعيف والملح اذا اجتمع معا في وعاء واحد حكينا بنصير اسمهم محلول منظم ويطبق نفس الفكرة لو كان قاعدة ضعيفة وحمض ومحلول يحتوي على الحمض الملازم ومحلول يحتوي على الحمض الملازم الان لما اطلقنا على هاي المحليل محليل منظمة هو الحمض الضعيف وقاعدته الملازمة او القاعدة الضعيفة وحمضها الملازمة ليش سميناها محلول منظم محلول منظم انه يستطيع ان يتحكم في التغير في قيمة بي اتش بحيث يكون التغير طفيف جدا هناك في داخل اجسام الكائنات الحقيقية عمليات حقيقية تتم في مدى محدد من بي اتش هذا المدى المحدد يلزم لتكون قيمة بي اتش تقريبا مضبوطة لضبان سيارة العمليات الحقيقة بشكل سليم وهناك ايضا تفاعلات كيمائية بتتم في اوساط محدد من قيمة بي اتش عشان انا اعمل محلول منظم بدي اعرف ان المحلول للمنظم لازم يكون حمض ضعيف وقاعدة ملازمة او قاعدة ضعيفة وحمض ملازم زي هي حمض ضعيف اتش اف القاعدة ملازمة ملح يحتوي على ايون الفلوريد الان اي سي ان او الاتش سي ان حمض ضعيف ان اي سي ان ملح يحتوي على حمض الضعيف جسم الانسان الاتش تو سي او ثري والان اي اتش سي او ثري محلول منظم تستطيع اذا موجود عندنا بنتابة حكم تقريبا في قيمة بي اتش عندي القواعد من قواعد ضعيفة الان اتش تري والان اتش فور سي ال ومعظم المركبات تحت one التي تجينها قواعد ضعيفة نحن تحكينا مثلا ان سي اتش تري ان اتش تو مع السي اتش تري ان اتش تو سي ال برضو محلول منظم تل ممكن يجيني السؤال اي الازواج التالي تصلح محلولا منظما اي زوجا لكي يصلح ان يكون محلولا منظما يجب ان يضافر فيه الشرطين او الشرطين. اما حمد ضعيف وقاعدته الملازمة او قاعده ضعيفة وحمده الملازمة. الان الية عمله اذا كان من حمد ضعيف من خلال حسابات الكي اي اذا كان من قاعده ضعيفة من خلال حسابات الكي بي. والية العمل اولها منطبق الايون المشتركة الحكومة سابقا. اذا اضف ناره حمد قوي او قاعدة قوية للمحلول المنظم نكتب معادلة التفكك التام للحمض القوي او القاعدة القوية. بعد ما نكتب معادلة التفكك نحدد اتجاه الانحياز في النظام المتزن نحو المتفعلات او نحو النواتج. وعليه نحدد مقدار الزيادة والنقصان في الحمض الضعيف وقاعدته او في القاعدة الضعيفة وحمضها. بعد ما نحدد مقدار الزيادة والنقصان نطبق العلاقة. عسى دائما الزيادة او النقصان هو بمقدار تركيز القادم من الحمض القوي او القادم من القاعدة القوية. او القاعدة القادم من القاعدة القوية. الان بدنا نسترض المثلين ابنان الطلبة بشكل يعني ان شاء الله لانه هاي الاسئلة اللي بتتكرر بتستبرار في الثانوية العامة وهذا الاسئلة بتيجي عليها نمط اسئلة في الوزارة الان عندي سؤال محلول منظم من سي اتش تري سي او اتش تركيزه 8 في العشرة والملح سي او هو انه تركيزه 4 في العشرة الكي ايه 2.5 بدي اللي بحسب بي اتش بكتب معادرة تفكك الحمض الضعيف معطيني هو الان الطالب عشان يفهم انه هدا السؤال محلول منظم وهدا السؤال في اي او مشترك يكتب معادرة ايضا الملح هاي الملح هاي السي اتش تري سي او اتش كانت 8 في العشرة هنا سين هنا سين السي اتش تري سي او او في البداية كانت اكم 4 في العشرة هاي بداية نهاية هاي صارت سفر هاي صارت 4 في العشرة اذا ما بدي احسب بي اتش لانه هون في ايون مشترك وهذا حمض من كي ايه بتساوي الاتش تري او في السي اتش تري سي او سالب على السي اتش تري سي او او اتش هاي اتنين في عشرة و سالة بخمسة هاي سين الان هاي اش تركيزها هاي القادم من الملح هاي اربع اعطتنا اكم اربع في العشرة بضرب في اربع في العشرة على تمانية في العشرة فاصلتنا بقابلوح ستاشر اربع 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 اه اي مهاي ستاشر على اربع 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 سين بتساوي اربع فعشرة بو سالة بخمسة والبي اتش خمسة من الان هاي ستركيزها الاربع اذا البي اتش لهذا بحلول اربع واربع في العشرة الان بدي اضيف على هذا السؤال مطلوب تاني اذا اضفت له لهذا المحلول على فرض عشر مول من اتش سي ال خلي المعادلات مكتوبة بنحكي احسب بي اتش عند اضافة عشر مول اتش سي ال للمحلول للمنظم لكل تار مع اهمال التغير في الحجم طبعا هو بحكيلي في الاسئلة مع اهمال التغير في الحجم للاشرة انها تركيز مكونات للمنظم ثابتة ما تغيرتش الان انا لما بعطيني اضفت حمض قوي لمحلول المنظم شو اللي بلزمني بلزمنيش اكتب ثلاث معادلات بشكل حمض القوي الان سي اتش تري سي او او اتش زاد ال اتش تو او اعطتني سي اتش تري سي او سالب زاد اتش تري او الان التركيز عندي هاي اربعة في العشرة عندي هاي تمني في العشرة هاي طبعا هاي من وين اللي جرت من الملح اربعة في العشرة الان هاي ال اتش سي ال طبعا زاد اتش تو او حمض قوي اعطتني سي ال سالب زاد اتش تري او موجب الان هذا نظام متزم هذا اتزان اول. نظام متزن. افرت عليه بمؤثر خارج لو اضفت حمب. زاد تركيز. ما انه زاد تركيز سنحازل نظام نحو ركزه. سنحازل نظام نحو اليسار. يعني بما ان الانحياز نحو اليسار شو راح يصير في تركيز هاي? هاي راح اتقل. وهاي. ولا حد زيد. مقدار النقصان والزيادة كما هو مبين. مقدار النقصان او الزيادة هو بمقدار تركيز القادم من الحمض القوي. الان هاي بداية انا محطيك اياها عشر. هين سفر. هين سفر. نهاية هاي سفر هاي عشر. اذا الزيادة والنقصان راح تكون بمقدار عشر. الان انا هين شو ضفت ابنانا الطلبة? ضفت حمض. لما بضيف حمض تتدخل بشكل مختصر تتدخل القاعدة. واللي بتدخل بيدفع من جيبته. بتدخل بيخسر. وبالتالي هاي انا زاد حسب دائما. اذا بدنا نتحدد الزيادة والنقصان بشكل سليم تطبق مبدأ انو تشتليه. زاد الاتش تري او. يعني حازم النظام لحو اليسار. تركيز القاعدة الملازمة يقل تركيز الحمض يزداد. مقدار النقصان والزيادة بمقدار اتش تري او القادم من الحمض القوي. اذا هيبدأ تقل بمقدار عشر. هيبدأ تزيد بمقدار عشر. وهذا عند الاتزان الجديد. وبطبق الحسابات عند الاتزان الجديد. كي ايه تساوي? طبعا اللي هي تركيز الاتش تري او. في اربع في العشرة وصالت تلاتة في العشرة. على هاي صالت تسعة في العشرة. هين تلاتة. هين تنين في عشق وصالب خمسة. لو نحسب بي اتش ايه لها هاي? خمسة ناقص لغارة من الستة تمانية في العشرة اربعة واثنين في العشرة. ان يلاحظ ان التغيرة طفيف في قيمة بي اتش لغما اضافة حمض القوي اليها بسبب وجوده ايش? بسبب ان اضيف الى محلول منظم. فالفلسفة في المحلول المنظم ان اكتحدد اتجاه الانحياز وتحدد مقدار الزيادة والنقصان حسب ابدأ لو تشتليه. لان الصعرض مثال على محلول منظم من قاعدة وملحة حتى تكون الصورة اكثر وضوحا. وهذا مثلنا هنها بكفة. بطلع هدو سلطل وانش حصل. لان عندك احسب كتلة ان اتش فور سي ال لعمل محلول منظم من ان اتش تي تركيزه اربع في العشرة بي اتش الى تساوي تسعة الان هين هاي عند الان اتش تي زاد اتش تو او اعطتني الان اتش فور موجب زاد او اتش سالب تركيز هاي اربع في العشرة بدو اضيف مليح هاي ان اتش فور موجب هادا ايون مشترك اتنى ما بعض محلول منظم حين ايون مشترك والا اضيف لهاي بدو قتلتها او قتلتها بدو احسب تركيزها بداية نهاية هاي بتصير سفر هاي بتصير تا هاي تا هي نفسها تركيزها ايون مشترك بدي عتمده في النظام النظام هين هادي تا عندي بي اتش اكم بالسؤال ما اضيفني اياها بي اتش تسعة بي اتش تسعة اذا الاتش تري او عشق وسالب تسعة انا عندي او اتش بي لزمني اذا ال او اتش عشق وسالب خمسة مول لكل تا اذا هاي عشق وسالب خمسة وعندها اربع في العشرة بحكي الكابي تساوي بشكل مختصر عشق وسالب خمسة في تا على اربع في العشرة ساوي اتنين في عشق وسالب خمسة بتطلع تا بتساوي تمانية في العشرة مول لكل لتر ونون بتساوي الحجم في التركيز الحجم اعطيك ايها بالسؤال محلول عمل محلول منظم من انش تركيزه عن محجم واحد لتر في واحد لتر في واحد بطلع تمانية في العشرة مول وكاف نون في الكتلة المولية تمانية في العشرة في تلاتة وخمسة ونص بطلع معنا الجواب اجرام هذا محلول منظم من قاعدة افضها سادة تبقناها تبقناها اصلا خلي خلي بس رجعيني 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 سؤال اخر محلول منظم من الحمب اج سي ال اج سي ان زاد اج تو او اقتبقناها تفككو اشتري او موجب زاد سان سالب تركيزه ستة في العشرة عند الملح ان اي سي ان زاد اي اج تو او هيا الان اي موجب زاد سان سالب السان سالب هو ايون مشترك ماهية تركيزه عندي في احد المنظم الآن اي سي ان اربعة في العشرة هي بداية اربعة في العشرة صارت هي نهاية هاي سار هي اربعة في العاشرة اذا باخد هاي تركيزه ايون المشتركي القادم من الملح اربعة في العشرة عند ال اش سي ان ستة في العشرة بده طالب مني احسب البي اuentش بده احسب البي اتش Dual Бقول ك اي بتساوي ٤٠٠ٓ على ٦٠٠٠ عشرة ١٠٠٠٠٥ ١٠۶ ١٠٠ وعشرة. نقص بنغارية ذة الستة. تماني في العشرة بطلع. تسعة واثنين في العشرة. هاد لو محمول المنظمة كانت بي اش إليه تسعة واتنين. في العشرة قبل ما ضيف له. اذا اضفت له هادة عندما انظومة اربع جرام ان اي اوه. قديش بسصير. اذا ضفت له اربع جرام ان اوه. قديش بسصير بي اش. بكتب معادل التفكك القاعد القوية السامة او اتش زاد اتش تو او طبطني الان ام وجب زاد الو اتش السالي الاربعة جرام منحولها الى مولات والمولات منحولها الى تركيز المحلول السابق ما بتتالباش بحكي نوم بتساوي كاف على كاف ميم ساوي اربعة على اربعين تكون لما يطلع عشر مول والحجم واحد لتر اذا التركيز يساوي عدد المولات الحجم بالليتر عشر على واحد ساوي عشر مول لكل لتر اذا انا عندي الان او اتش بداية عشر عندي هنا سفر نهاية هاي بتصير سفر والاو اتش بتصير عشر تركيز الاو اتش عشر الان بتطلع انا على المعادلة هاي اللي بتلزمني والمعادلة للنظام المتزن الاول هاي المعادلة اللي لاحظوا زاد تركيز الاو اتش الاو اتش زادت في النظام المتزن في اتش تري او الاو اتش ستستهلك جزءا من ايونات الاتش تري او بالتالي وقعيني انا بحكي ماذا يحدث لهذا النظام المتزن عنده نقصان تركيز الاتش تري او لما بقل تركيز الاتش تري او سنحازي النظام نحو نحو اليمين لما نحازي النظام نحو اليمين اذا هاي راح تزيد وهاي راح تنقص مقدار الزيادة ومقدار النقصان المقدار الاو اتش القادمة من القاعدة القوية اذا الاتزان الجديد اتزان جديد هاي راح تزيد اربع في العشرة زائد عشر هاي راح تصير ستة في العشرة ناقص عشر هنطبق العلاقة كي اي بتساوي تركيز الاتش تري او الهو سين في اربع في العشرة زائد عشر على ستة في العشرة ناقص عشر هدول بروح مع بعض بطلع سين بتساوي اتنين اربع او اربعة كي ايه اربعة في عشرة وسينة بعشرة تلبي اتش بتساوي عشرة ناقص من غريط من الاربعة تساوي عشرة ناقص ستة في العشرة تساوي تسعة واربع في العشرة يلاحظ الزيادة في قيمة بي اتش لان انا لضيفة قاعد لان انا لضيفة قاعدة للاحة تزيد بي اتش هذا بشكل مختصر عن المحليل المنظمة لان هذا السؤال ابنانا الطلبة من الاسئلة التي قد تكرر انماطها في الثانوية العامة وهذا السؤال بلزمنا لمقارنات سريعة فيها مجمل ما تم الحديث عنه وعطيتك انا حمضين وعطيتك قاعدتين حمض اتش ان او تو ساجتي سيواتش حموض ضعيفة انا معطي قيمة ثوابت التفكك الذاتي لها وقواعد ضعيفة ايضا بسألك اي الحمضين قاعدته الملازمة هي الاقوى وما صيغتها الان احنا اتفقنا مع بعض هذول الحمضين انا نحكي انه الاقوى فيهم انا معطي قيمة كي اي مفيش داعي نحل اصلا وفيش انا معطيات الحل اللي قيمة كي اي له اكبر هو اقوى هاذ سالب اربع وهاد سالب خمسة دل اتش ان او تو حمض اقوى من السي اتش تري سي او اتش من وهذا حمض اقوى اذا القاعدة الملازمة الاقوى تابعة للحمض الاضعف اذا السي اتش تري سي او اتش هاي السي اتش تري سي او اتش حمض اضعف اذا السي اتش تري سي او او قاعدة ملازمة اقوى الان اي القواعد لها اقل بي اتش عند قاعدتين هاي قاعدتين في عشق و سالب خمسة وهي واحد في عشق و سالب تمانية هاي قاعدة قوية وهي قاعدة ضعيفة الان بي اتش ترضي مع قوة القاعدة هاي قاعدة اقوى اذا بي اتش لها اعلى انا بدي بي اتش اقل اذا بيجي بحكي الان اتش تو او اتش هي لها اقل بي اتش اذا بي اتش تناسب طرد مع قوة مع تركيز الاو اتش طرد مع قوة القاعدة مع الكي بي من هذا المخطط اللي اطلع عندي الان اتش تو او اتش اضعف قاعدة اذا اقل بي اتش الان حكي لي اكتب معادلة ان اتش تو او وحدد مع الان اتش فور وحدد الازواج المتلازمة ثم حدد الجهة اللي يرجح لها الاتزان الان بكتب المعادلات حسب مبدأ له تشت ليه الان اتش فور موجب زائد الان اتش تو او اتش هاي الان الان اتش تو او اتش بالمعادلة هي قاعدة انا قاعدة انا بدا تستقبل اتش هاي مانح اتش لهاي عسا هاي الاتش دائما بتيجي عن نيتوجين هاي شكل اللي ويسيلها هاي اتش هاي الو اتش هين الاتش بتيجي هين بتالي منكتبها ان اتش ثري او اتش سالب زائد ان اتش ثري الان هادا حمض اذا هاي قاعدة اذا هاي حمض ملازم هاي قاعدة ملازم الان حدد الجهة التي يرجح لها الاتزان ماش بطلع على قيم كاي ايه كابين موجودة عندي الان اتش ثري الان كابي ايه الها اتنين في عشق وسالب خمسة هاي اتنين في عشق وسالب خمسة هاي الكابي ايه الها واحد في عشق وسالب تمانية اذا هاي اقوى قاعدة قوية اذا حمضها الملازم ضعيف ما انه هاي اقوى اذا هاي قاعدة ضعيفة حمضها ملازم قوي والقاعدة تقول ان الاتزان يرجح نحو الحمض والقاعدة الضعيفين فعند الضعيفين وين في المتفاعلات اذا بقول يرجح نحو المتفاعلات القاعدة تقول يرجح الاتزان نحو الحمض والقاعدة الضعيفين اذا في هذا السؤال يرجح الاتزان نحو المتفاعلات ما ولا اتش ان اطوح من الضعيف اذا هذا ملح قاعدي لما بضيف ملح قاعدي لمحلول تزيد بي اتش اذا بده التفسير امام المصارين اما حسب الايون المشترك وما بدأ له تشكليه واما حسب نوع الملح المضاف نتناول انا موضوع المعايرة والمعايرة هي انواع متعددة ونستنتناول موضوع واحد في المعايرة هو معايرة محلول حمد قوي مع قاعدة قوية تعلمتم سابق ان تفاعل حمد قوي مع قاعدة قوية يطلق عليه استفاعل التعادل فالمعايرة كلمة معايرة تعني الاضافة التدريجية لمحلول حمد قوي الى قاعدة او بالعكس بهدف معرفة تركيز احدهما من معرفة حجمه وتركيز الاخر الان في عملية المعايرة الاداة المستخدمة تسمى سحاحة هذا المستخدمة تسمى سحاحة والان يوضع يوضع محلول معلوم الحجم هنا معلوم التركيز او مجهول التركيز تركيز ومجهول في داخل السحاحة يوضع حجم معلوم وتركيز معلوم ونبدأ باضافة تدريجية من الحمض الى القاعدة او بالعكس من القاعدة الحمض الى ان نصل الى النقطة يطلق عليها اسم نقطة التكافؤ او نقطة التعادل طبعا عشان انا استدل انه وصلت الى نقطة التكافؤ منضع في داخل الكأس مادة منسميها كاشف لونها في الوسط الحمضي يختلف عن لونها في الوسط القاعدة فتغير اللون مؤشرا على الوصول الى نهاية عملية المعايرة وانا استدل على نهاية على نقطة التكافؤ من خلال النقطة النهاية فعندي هنا نقطة التكافؤ بما ان انا بتحدث عن تفاعل تعادل نقطة التكافؤ هي النقطة التي تساوى عندها عدد مولات اتش تري او القادم من الحمض مع عدد مولات او اتش القادم من القاعدة وعندها عدد مولات اتش تري او تساوى مع عدد مولات او اتش وعندها تكون قيمة بي اتش المحلول تساوي سبعة نقطة النهاية هي النقطة خلال عملية المعائرة التي يصاحبها تغير دائم في لون المحلول وهي تزيد قليلا عن قيمة عن نقطة التكافؤ الا انها تدل عليها الا انها تدل عليها بشكل مختصر ابنائنا الطلبة الحسابات المتعلقة بالمعائرة هي نوعان اثناء او عند التعادل عند التعادل عند التعادل باتش تساوي السابع نطبق العلاقة هاي نون اتش ثري او القادم من الحمض بتساوي نون او اتش القادم من القاعدة وعدد المولات يساوي الحجم في التركيز في عدد ايونات او عدد مولات اتش في الحمض اذا كان او حادة البروتون او ثناء البروتون ونون من القاعدة حجم القاعدة حجم القاعدة بتركيز القاعدة في عدد ايونات او اتش الموجودة في القاعدة كانت او حادية هيدوكسيد او نائل معايرة النوع الثامن الحسابات نطبق الخطوات الخمسة بالتدريج ابتداء عدد مولات الحمض ثم عدد مولات القاعدة ثم نحسب عدد المولات الفائضة أنه أكبر من الثاني نحسب تركيز المولات الفائضة هو عدد المولات الفائضة على التركيز الجديد هو يساوي حاصل جمع الحجمين ثم بعدها بعد ما يطلب معاي تركيز الـ أو تركيز الـ بوصل لحساب الـ ونطبق بسؤال حل على النمطين من الحسابات المتعلقة بالمغايرة بقول لك احسب كتلة ن اواتش اللي لازم للتعادل لأن ما فيش داعب السؤال يقول لي كلمة معايرة فيش داعب السؤال يقول لي كلمة معايرة مدام فيه عندي حمض قوي وعند قاعدة قوية العملية معايرة سواء العملية معايرة لأن هاي قاعدة قوية وضيفت إلى حمض قوي بدي أنا أحسب عدد بدي كتلة الان اواتش. عندي الان فيها الاسئلة اللي فيها اسم ماعطنيش حجم وتركيز القواعدة. اذا انا بدي اطلع عدد مولات الواتش التي تتساوى مع عدد مولات الاتش تو اس او فور لكي يتحقق التعادل. بتالي باجي بحسب هاي الاتش تو اس او فور بحسب نون للاتش تلي او موجب. من الحمض تساوى حجم الحمض. تركيز الحمض في عدد ايونات اتش البوجو في الحمض. حجم الحمض طبعا باللتر مية على الف. في تركيز الحمض هو خمسة في المية. في عدد ايونات اتنين. هنا عشر. سفرين بروحوا. عشر فرشون واحد في المية. مول. اذا عدد مولات الاتش تو تساوى واحد في المية مول. اذا عندي التعادل نون الاتش تو تساوى نون الواتش. وتساوي ان اي اواتش. لما تتفكك هاي لان اي موجب زاد اواتش سالب. عندي هادي بداية نون بداية عندي هنا سفر نهاية هاي سفر بداية المولات هاي نون. اذا نون لل اواتش سالب ساوى نون لان اي اواتش. هاي الخطوة ابنانا طلبة ان قد تكون القاعدة ثنائية الهيدوكسيد. قد تكون القاعدة مش دايما ان نون الواتش ساوى نون القاعدة. ومنها وتساوي نون كاف على كاف ميم. اذا الكتلة بتساوي نون في كاف ميم. وتساوي واحد في المية في اربعين. وتساوي اربعة جرام. اذا نجب اضافة اربعة جرام من ان اي اواتش الى القاعدة. الان في النمط التاني في الاسئة نضع لكم المعايرة حسابات بي اتش اثناء المعايرة. انا في عندي حمض كي او اتش. قاعدة كي او اتش. اضافتها لحمض برضو اتش تو اس او فور. عندي حجب القاعدة خمستاشر صنبت المكعب. عندي تركيزها اتنين في العشرة. عندي حجب الحمض خم. واحدة عشرة واحدة خمستاشر لازم نكتب. خمستاشر هي عشرة. هي عشرة هي عشرة. هي حجمها عشرة. وتركيزها اربعة في العشرة. مش مشكش بزيتها تضع عرض قوم. حس الان بدنا نحسب بي اتش اثناء المعايرة. الخطوات اللي اشرقت لها سابقة الخمس خطوات السابقة. نقولنا الاتش تري او. حجم الحمض عشرة على الف. في تركيز الحمض اربعة في العشرة في اتنين. تمانية في العشرة. مع الطمانية في عشق والسلب تلاتة مول. نون الاو اتش سالب. حجم القاعدة خمستاش على الف حولنا الحجم الليتر. بالتركيز اتنين في العشرة في عدد المولات واحد تلاتين تلاتة في عشق والسلب تلاتة مول. الان يلاحظ انه ما زال عدد مولات الاتش اتش 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 جديد باللتر لخمسة في عشق والسالب ثلاثة الحجم اللي هو خمستاش وعشرة خمسة وعشرين بحولها لوحدة لتر واحدة على اربعة يعني في اربعة في اربعة اربعة في المية. اربعة في عشق والسالب ثلاثة منها نحكي البيئة تساوي سالب لجرتم اربعة في عشق والسالب ثلاثة ثلاثة ناقص لجرتم الاربعة اثنين ناقص 6 في العشرة ثلاثة واحد واربعة في العشرة. اذا المحلول ما زال حمضيا ولا نصل الى نقطة التكافى وبعد ويجب اضافة قاعدة بالسرارة في التفاعلي للوصول الى نقطة التعدل. هي من انماط الاسئلة الذي اتمنى ان اكون قد وفقت في عرض مختصر وسريع لهذه الوحدة بمفاهيمها. ابناء الطلبة اتمنى لكم النجاح والتوفيق. اتمنى لكم ان تستثمروا هذه الايام بشكل جيد. تستغلوا وقتكم. تستغلوا وقتكم. ترتبوا دراستكم. اسأل الله ان يكون فيها التوفيق والفلاح والسداد ونجاح لكم. ونسأل الله رب العالمين ان يزيح هذه الغمة عن هذه الامة. والسلام عليكم.